في فرق بين شرعية الحكم وقاعدة الحكم أيوة أيوة لأن ديها تجينا على حاجات كتيرة جدا اللي يقول لك الشرعية ومعندوش قاعدة كون أن الملك أو النظام الملكي كان عنده شرعية كان عنده شرعية كاملة شرعية من خلال البيعات اللي أعطيت الملك حتم قبل وهو أمير ثم أعطيت هذه الشرعية للملك في 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 من الهيئة التاسيسية عندما نعم أعطوه البيعات ثم أقسم اليمين وظل يحكم فيه فمن ناحية الدستورية والشرعية كان عنده شرعية كاملة لكن النظم الحكم لا تقوم فقط لأنه عندها شرعية أيوة وإنما تبي قاعدة يا سلام قاعدة الشعبية قاعدة حكم قاعدة الحكم أي قاعدة الحكم قاعدة الحكم أنا أقول لك الآتي هي طبعا ما في شك القاعدة الرصينة القوية الحقية هي الشعب هي الشعب أن يرتبط هذا الشعب بهذا العكم وجدانيا وفكريا وانتمائيا من كل الاعتبارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر